نخصص هاشتاغ اليوم مشاهدين لإلقاء الضوء على ما شغل الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي وينضم إلينا من غزة باسل خلف مساء الخير باسل وأهلا بك إذن باسل بكل تأكيد الموضوع الأول هو حول التطبيع والتطبيع الأخير البارحة بالتأكيد ديمة مساء النور موضوع التطبيع وإعلام تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب كان الشغل الشاغل للفلسطينيين وكانوا حذروا خلال الأسابيع والأشهر الماضية من خطورة هذا الملف على القضية الفلسطينية شاركهم على وسم التطبيع خيانة ولال التطبيع وفلسطين التي تتصدر تريند الآن على موقع تويتر كل المتضامنين مع القضية الفلسطينية سواء من دولة المغرب أو من الشعوب العربية الذين رفضوا هذه الخطوة بالمجمل وكان موقف واضح حتى من المغربيين كشعب والفلسطينيين رفضوا لهذه الخطوة وانعكس هذا الرفض اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع تويتر خالد صافي قال في تغريدة له على موقع تويتر بعد الإمارات والبحرين رأينا نوعا جديدا مقزا من التطبيع في شرق العالم العربي مع المحتل الصهيوني نحن على وشك معرفة شكل التطبيع في غرب العالم العربي مع دخول المغرب حضيرة التطبيع هذا كان في الساعات الأولى لإعلان هذا الاتفاق حقيقة ديما كان هناك موقف فصائل أيضا فلسطيني من الفصائل الفلسطينية هنا في قطع غزة رفضت هذه الخطوة وهذا أيضا شجع الفلسطينيين للتغريد على هذا الموضوع محمد سعيد قال المغرب تتاجر بقضية فلسطين مقابل موقف سياسي ودعم عسكري ضد البولساري ونعرف ماذا حدث خلال الأسبوع الماضية على الحدود المغربية ثم يضيف من نقص حاجة أمريكا مستعدة لكن اعترفوا بإسرائيل وجعلوا العلاقات كاملة وعلنية وهنا يشير إلى أن العلاقات كاملة وعلنية إلى ما تحدث عنه فئة أخرى من الفلسطينيين بأنه كان هناك تطبيع مسبقة لكن غير علني واليوم والأمس أيضا كان هناك كشف لهذه الخطوة على العلن عامر سلام يقول تطبيع آخر سلع يروج لها النظام العربي ستطبع كل الأنظمة بلا استثناء لكن اعترافها وتطبيعها لن يتجاوز مقرات المخابرات والتحكم ومجرد الشك في شرعيتها يفقد اعترافها الشرعية هذه هي التغريدات كانت جزء من التغريدات التي تحدث الفلسطينيون والمتضامنون معهم أيضا عن ملف التطبيع وكما ذكرت مرة أخرى أن هذا الوسم كان تصدر خلال الأسبوع الماضية يوم أعلن عن اتفاق الإمارات والبحرين واستمر بالتحذير من مخاطر التطبيع وإمكانية أن تذهب دول أخرى للتطبيع ثم تجدد حينما كان هناك زيارة من نتنياهو إلى السعودية واليوم يعود حينما أعلن مجددا عن التطبيع العلني بين الإمارات أو بين المغرب وإسرائيل نعم باسل وننتقل من التحذير من التطبيع إلى التحذير من كورونا وهذه الجائحة التي طبعا فرضت حذرا للتجول في غزة وأنت تطل علينا من بيتك بسبب هذا الحذر صحيح؟ بالفعل ديما يعني هذه المرة الأولى استثنائيا التي أظهر بها من البيت في برنامج شمابيك وتحديدا فقرة هاشتاج نظرا لأنه قرار السلطات هنا في قطاع غزة حذر التجول الذي جاء للحد من انتشار فيروس كورونا يشمل الجميع وفي سابقة أيضا هو يشمل فئة الصحفيين ولا يسمح فقط للتحرك إلى الفئات الخدمية من بلديات وكهرباء ورجال أمن وأطباء أيضا للحد من انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضية كان هناك انتفاع في معدلات الوفيات وأعداد المصابين من فيروس كورونا وكان أيضا هناك خشية من انهيار المنظومة الصحية في منطقة قطع غزة 365 كمتر مربع وعدد كبير من السكان نحو مليوني فلسطيني وأكثر يعيشون داخل القطاع عموما هذا الأمر ما سبق يوم حذر التجول الذي بدأ ساعات صباح هذا اليوم ويستمر حتى صباح يوم الأحد القادم من تجمع للناس وتكدس في الأسواق يوم أمس وأيضا تندر على الوضع الذي يعيشونه اليوم وكذلك نقل لما يحدث كان هناك مجموعة من التغريدات التي رصدناها أحمد يقول قطاع غزة يشعر بالملل وديت الناس فين يا حكومة كورونا غزة سمر قالت أول مرة أشوف شارع صلاح الدين فاضي طبعا شارع صلاح الدين هو الشارع الرئيسي الوحيد في قطاع غزة ونقلت اليوم صور منذ ساعات صباح هذا اليوم للشارع وهو خال تماما من المواطنين فيما يعتز كما قالت وزارة الداخلية ولم نتمكن من أن نزول الشارع لرفق حقيقة الأمر لكن وفق تصريحات وزارة الداخلية ووزارة الصحة هناك التزام من المواطنين وفق قولهم بالإجراءات التي أعلن عنها من حضر التجوال أحمد البرش يقول سريان الإغلاق الشامل وحضر التجوال صباح اليوم الجمعة ضمن إجراءات وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا ونقل صور أيضا عن حضر التجوال نشرت على منصات السلطات هنا في قطاع غزة وكان هناك تباين من الفلسطينيين من يقول نرجح كفة الاقتصاد والتعايش مع المرض وهناك من يقول بأن الإغلاق الشامل هو الداء لعدم واعي والتزام المواطنين بالإجراءات عصام أبو أنس أخيرا قال مفتي غزة يعلن ثبو هذه التغريدة كانت مساء أمس ضمن مسلسل من التغريدات التي كان يتندر الفلسطينيون حول ما حدث في الأسواق مفتي غزة يعلن ثبوت أو ثبوت هلال كورونا وبذلك يكون اليوم هو المتمم للطشيات وغدا أول يوم للإغلاق هذه كانت التغريدات طبعا من قطع غزة بالإضافة إلى المشاهد التي نقلت من الأرض الفلسطينية سواء من الخليل أو بعض مخيمات اللاجئين هنا في قطع غزة التي تظهر عدم التزام في فئة من الفلسطينيين سواء هناك أو هنا بالإجراءات التي من الممكن أن تذهب للحد أو تثبيت انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية عموما وفي بعض المدن التي شملها الإغلاق فيها الخليل وغزة هذا اليوم ويوم غدا أيضا نعم باسل نتمنى السلامة للجميع وشكرا جزيلا لك عسى أن تعيد السنة المقبلة للحياة طبعا إيقاعها شكرا لك